خلينا روح لنقطة الجميع ركز عليها تحديداً النهاردة بنتكلم عن يعني صراع دور إنجليزي في الملعب حيكون وفي المباراة أوبا ميانج والنيني ومحمد صلاح فشوف الدنيا حتمشي ازاي هو يعني أنا شاف انه يعني بجد يعني حاجة بتبقى مفرحة جداً انت تلاقي من قارتك الافرقية أسماء كبيرة زي بقيمة الأسماء دي وميانج من اللعبة القوية جداً وعنده قدراته وصمات شخصية عالية جداً وعنده كانيات وحلول عالية أنا شايف انه مباراة كبيرة يعني يمكن أنا عندي بس يعني نتحفظ على ممكن انه اني ما يدأش ممكن صلاح برضو يعني معرفش ممكن يعني تملس تعانا بيه النهاردة أو لأ يعني أو ما فيش حاجة متوقعة مع كيروش نبقى يعني وقفين للأسف احنا مش عارفين مش عارفين وجهة نظر مستر كوروش مش عارفين هو وجهة نظره ايه هو المنطقة اللي يخال لنين يلعب عليه مانتو مان هو مطلخ انهم عارفين بعض وعارفين تحركات بعض ويقدر يترمي لكن هو يمكن اني هو القدام شوية يمكن بوميانج بيلعب مهاجم اني بيلعب في مصر الملعب فممكن دور النينين هو يقدر يدي نصايح للي هيلعب عليه سواء الوينش أو سواء حجازة قوية كان الخط الديفنسي بتاعنا الدفاعي ممكن يدي نصايح انه هو تحركاته ايه بي وبعند الوقت يبقى في كل لعبة مصر دلوقت او لعبة العالم يتفرج على الكرة الاوروبية وتحديدا الانجليزية عارفين او بوميانج وقيمته وقدراته الهجومية وامكانياته وامكانياته فاكيد ده معمول حسابه بشكل كويس واكيد مستر كروش شاهده مباريات لأوبوميانج في الفترة الاخيرة مع منتخب الجابون واكيد هو اللعبة نفسها اكيد درسه بشكل كويس ودلوقت تقدر تقطع الأوبوميانج او غيره من اللاعبين العالميين تقدر تقطع له مشاد ومقاطع وتقدر تتابعهم بشكل كويس لكن انا شايف ان هو طبعا قيمة كبيرة جدا النهاردة يكون عندنا ثلاثة بقيمة اوبوميانج ومحمد صلاح العالمي طبعا ونني يمكن انني للفترة الاخيرة كمان في المباراة الاخيرة تدى بشكل رائع يمكن عمل جول اللي هو احرازه ده رجع الفرقة بشكل كويس هو العيب راسي كمان وتحركاته حالي انا حتى في الفترة اللي هو كان بعيد فيها عن المنتخب وتم استبعاده اكتر من مرة انا كنت حزين جدا لده لانه حد بقيمة اني اني ممكن ما فيش ناس كتير بتاخد بالها من دوره داخل الفرقة لعيب بيعرف يتحكم في المباراة بشكل كويس جدا بيعرف يوفر على الكورة بصير كويس عنده ثقة وعنده فلعيب لا لعيب ليه كيمته بجد يعني يمكن هو كمان كيمته ظهرت اكتر لما دخل جواه 18 وقدر يسدد وده بينا جول قبل يعني قبل نهاية الشوت الاول واعاد المنتخب تاني بعد ما المنتخب كان فيه هزة كده في بداية المباراة واستقبلنا هدفين من منتخب من منتخب يعني انجولا فطبعا احنا لا انا شايف ان هو دور مني دوره كبير جدا جدا مع المنتخب وانا شايفه هو من اكتر حاجات المستر كوروش اعادها للمنتخب من جديد هو اعاد محمد النني اللي قيمته تاني ومكانته تاني داخل المنتخب مصر طبعا محمد صلاح يعني عاملتين اسست طبعا وقيمة كبيرة يعني ما نفعش نحنا يعني اتكلمنا عليه كتير وهو قيمته كبيرة جدا يعني مهما قلنا محمد صلاح في حتة تانية خالص ولكن كمان قيمة كويسة جدا وان شاء الله يتكون مباراة كبيرة اتمنى نشوف باكش حلو في الآخر وانتصار كمان اداء بالضبط وانتصار ان شاء الله يكون اداءه وانتصار لنا بذل اتعلان لان الفوز بيدي دوافع معنوية كويسة وانت داخل على مراحل جاية بتحتاج لدوافع معنوية بشكل كبير اشتركوا في القناة